أعلن المغرب عن إعادة فتح سفارته في العاصمة الليبية الترابلس وقنصليته في بنغازي وذلك بعد إغلاق دام ثماني سنوات وكان المغرب قد أغلق سفارته وقنصليته في ليبيا بعد هجوم تعرضت له السفارة عام 2015 ومنذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة في تونس أمور الجالية المغربية في ليبيا سبق لوزير شؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطا ربط عودة التمثيلية المغربية إلى ليبيا بتوفير الأمن والاستقرار في هذا البلد للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط نور الدين إكجان ومن طرابلس رأفت بالخير مراسلين هناك أهلا بكم أبدأ معك نور الدين إكجان هل هناك أي تصريحات أو تبريرات لهذه الخطوة من الجانب المغربي مرحبا زميلي رؤوف الخبر الرسمي أتى لكن في المغرب الأصداء أو المعطيات كانت متوفرة منذ مدة خصوصا أن نقاط أساسية طرحتها وزارة الخارجية ولو بشكل سري عبر مصادرها تحدثت عن نقطة مهمة هي أن العلاقات تقترب من العودة خصوصا في أمور مرتبطة بالشأن الدبلوماسي نقطة أساسية أخرى رؤوف تتعلق بحديث وزير الخارجية في معرض جواب الله على سؤال برلماني حول فتح القنصوليات تقال بأن المغرب مستعد لفتحها لكن شريطة توفر الظروف الأمنية المناسبة العديد من التحليلات هنا في الرباط تقول أن المغرب وليبيا يعيشان سياقات مريحة خصوصا بعد احتضان المغرب لنقاشات الليبية 6 زائد 6 في بوزنيقة وكذلك اتفاق الصخيرات في وقت سابق نقطة أساسية أخرى مهمة بالنسبة للجالية خصوصا أنها كانت تعاني من مشاكل عديدة مرتبطة بوتائق الإقامة في ليبيا وتائق تعليم الأطفال كانت تتجه سوبة تونس من أجل القيام أو مباشرة هذه الإجراءات قرابة الربع مليون مغربي في ليبيا يستطيع الآن مباشرة بعد فتح القنصليات الاستفادة من الخدمات بشكل مباشر نعم نوردين دانيا تحول إلى رأفت شكرا على كل هذه التفاصيل رأفت بالخير في المقابل هل هناك أي تفاعل بين السلطات الليبية بخصوص القرار المغربي بعادة فتح السفارة والقنصرية منذ العام 2015 رؤوف حكومة الوحدة الوطنية دأبت على دعوة كل الدول سواء العربية أو غير العربية لإعادة فتح تمثيلياتها الدبلوماسية والقنصرية في ليبيا وتحديدا في العاصمة ليبيا طرابلس وحتى في شرق البلاد في مدينة بغازي وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وعلى لسان وزيرة الخارجية نجلال منغوش طالبت مرارا كل الدول العربية وخصوصا الدول التي تربطها علاقات تاريخية مع ليبيا بضرورة العودة للعمل من على الأرض في العاصمة ليبيا طرابلس وخصوصا للسفارات وأيضا تمثيليات القنصرية وكانت هذه الدعوات مفتوحة لكل الدول وكانت هناك استجابة من عدد من الدول العربية والأوروبية في إعادة العمل من داخل العاصمة طرابلس وتكليف سفراء لهذه الدول وقناصل للعمل في العاصمة ليبيا طرابلس وهذا القرار الذي جاء من المغرب يتحدث عن تكليف قناصل للعمل في طرابلس وفي بنغازي لم يحدد موعدا واضحا لبدء أو افتتاح هذه التمثليات القنصرية ولكن أجدد بالذكر أن هناك محاولات من الحكومة المغربية سابقا في تقديم الخدمات القنصرية وبشكل مؤقت عبر فتح أبواب خدمات قنصرية مؤقتة في طرابلس كانت شهدناها منذ أشهر واستمرت لعدة أيام لتقديم خدمات للألاف من المغاربة في طرابلس وهذه الخطوة الآن هي محل أكيد تقدير من حكومة الوحدة الوطنية التي طالبت دائما بعودة كل التمثليات القنصرية والسفرات إلى معاصمة لمية طرابلس والشكر أيضا موصول لنوردين إكجان المرسل الحرة من الرباط شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر